اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اتصال هاتفي بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل اطلع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة بمحافظة تعز وحي نائب الرئيس خلال الاتصال قيادة المحور وقادة الوحدات والألوية العسكرية والضباط والصف والجنود وكل المواطنين الشرفاء الذين سجلوا ببسالتهم واخلاصهم ملاحمة خالدة ضد ميليشيات الكهنوت الحوثية التي تمارس منذ سنوات أبشع الجرائم بحق أبناء المحافظة واليمنيين بشكل عام وتتعمد تهديد أمن اليمن والإقليم والملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة وأبارك نائب الرئيس خلال الاتصال بقائد محور تعز الانتصارات والإنجازات الميدانية والالتفاف المجتمعي والشعبي الصادق بما من شأنه دحل الميليشيات الإنقلابية الإرهابية الإيرانية منوها إلى أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتكاتف وتلاحم جميع القوى والمكونات في المحافظة لاستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية كما عبر نائب الرئيس الجمهورية عن تقديره الأخوي للدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وأبناء الشعب اليمني وقال نائب الرئيس إن التحام أبطال الجيش والمقاومة بإخوانهم وزملائهم من الوحدات المرابطة في الساحل الغربي بشكل يشكل مصدرا للقوة لمواجهة الحوثي ومشروعه الكهنوتي الإيراني وأشار نائب الرئيس إلى المواقف الوطنية والنضالية والبطولات التي سطرها أبناء محافظة تعز الآبية مع بقية محافظة اليمن في مختلف ميادين العزة والحرية مؤكدا بأن هذه التضحيات الغالية والبطولات الأسطورية التي يجترحها خيرة رجال وأحرار اليمن سيسجلها التاريخ في صفحاته المشرقة وستظل محط تقدير القيادة السياسية وكل الأجيال اليمنية من جانبه عرض قائد محور تعز خلال الاتصال تقريرا موجزا عن سير العمليات العسكرية والمعنويات القتالية التي يتحلى بها المقاتلون البواسل وما أحرزوه من انتصارات ميدانية لافتة للتضحيات الخالدة للأبطال والدعم الأخوي للأشقاء في التحالف والتفاف وتكاتف أبناء المحافظة لمواجهة مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة